بقى حاجة. دلوقتي هل أنا لما أجي أختار مكمل غذائي؟ وأنا دلوقتي مش عارفة أنا هاخد إيه لمناسب لي؟ لازم أولاً لازم نحط على رأس القايمة خلينا نكون كده إن أي حاجة مرخصة من وزارة الصحة هي أمان لنا. طبعاً. صح كده؟ طبعاً. طبعاً. نشوف حاجات إحنا مش عارفين مصدرها ما تبلغوش حاجة غير وإنتوا شايفين الترخيص أو عارفين إنها كمان بتتباع جوه الفارماسي. موجودة في الصيدليات. صحيح. مفيش صيدلية بتحط أي دواء أو أي كريم أو أي سبليمنت غير وهي شايفة الترخيص لأن السيدرات كلها عليها تفتيش دوري. طبعاً والفترة دي كمان أنا مبسوطة لأنه ده بقى بيخلي عارفة إيه بيخلي يحجم من اللي هي البرودكت أو الحاجات اللي ممكن نشوفها إحنا نتعرض لها في السوق ونبقى مش عارفين الكويس من الواحش. طبعاً وتختلط علينا الأمور فعلاً كلنا كده. طبعاً حتى لو تجربة شخصية حد جرب مثلاً حاجة بس هو لسه مش مش مدرك لقيمة إن هو يتأكد إن المنتج ده مظبوط ولا لأ. اللي عايز يتأكد المنتج ده مظبوط يشتريه من السيدلية بالضبط على طول. تمام ده ممتاز.